من أخبار الصحة لا يزال العلماء يسعون إلى تطوير علاجات كثيرة لأمراض القلب تبعاً لحالة المريض منها ما هو دوائي أو جراحي إذ ابتكرت مجموعة من العلماء في سويسرا أول قلب صناعي نابد من السيليكن ويعد البشر ببشرة ويعد بشرة لمرضى القلب تفاصيل أوفى مع المختصة في الملف الصحي بغرفة أخبار الآن عبير عبدالله في إنجاز علمي نادر نجح مجموعة من الباحثين في المعهد السويسري للتكنولوجيا في ابتكار قلب صناعي مصنوع من السيليكن يحاكي القلب الطبيعي للبشر بصورة كبيرة واعتمد العلماء على تقنية الطباعة المجسمة ثلاثية الأبعاد لتنفيذ القلب الصناعي الذي يزن 390 غراماً فقط وفقاً لتقارير متخصصة وأوضح الفريق العلمي أن القلب الجديد شبيه للغاية من حيث التصميم بالقلب البشري الطبيعي حيث يتضمن على سبيل المثال بطيناً أيماً وبطيناً أيسر لكن القلب السيليكون لا يزال يحتاج إلى المزيد من الجهد والتطوير حيث لا يمكنه حالياً العمل سوى لثلاثة آلاف ضربة فقط ما يعني نصف ساعة أو 45 دقيقة على الأكثر وتتزايد مع الوقت الحاجة إلى تطوير قلب صناعي أقرب في شكله وطريقة عمله للقلب البشري الطبيعي وخصوصاً أن دعامات القلب المستعملة حالياً تحتوي على بعض السلبيات ويشار إلى أن أكثر من 26 مليون شخص حول العالم يعانون من متاعب في القلب في ظل ندرة واضحة في عدد المتبرعين إذ أن أمراض القلب ما زالت هي المشكلة الأكثر شيوعاً للوفاة في العالم لذلك كلما كان التشخيص مبكراً كلما كان العلاج أكثر فاعلية وأقل مضاعفات